جاتفكم بغصة جديدة اتمنى تعجبكم اهم حاجة ما تنسوش الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنت عندها عشرين سنة في يوم كانت بتاكل في المطعم بعد ما خلصت الاكل اكتشفت ان الفلوس وقت منها وقتها كان في شاب وراها كان شايف كل حاجة وكل ما بتران على حد من صحبتها محدش بيرد عليها فضلت اعدة في مكانها نص ساعة وهي عادة وشوية لقيت انه في عصر نزل لها وقالت انا ما طلبتش حاجة ورد عليها قال لها انه في حد طلب لها عصير وحسب لها على الاكل وقتها فكرت مين اللي عمل معاها كده وراحت البيت وهي بتفكر في الموقف اللي حصل معاها وتاني يوم راحت الجمعة وقطعت علاقتها بكل صحبتها اللي رنت عليهم ومحدش رد عليها بعدها لقيت انه في شاب بيبص عليها من بعيد دايما وبيرقبها في كل مكان بتروح عليه في الاول كانت خايفة منه لحد ما اخدت قرار وراحت تسأله هو انت دي كل مرة بلاقيك ورايا ورد عليها وقال لها النموع جبيها وعاوز رغمها والبنت سابته وراحت فضل مراقبها لحد ما في يوم شافته مرة تانية وراحت وتكلمت معاه وطلبت منه يبعد عنها علشان لو حد شافه حياخد عنها فكرة مش كويسة بعدها فعلا بطل يمشي وراها والبنت فضلت كل يوم بتفكر فيه فضل شهريك مش بيحاول يوصل لها وهي مفتقدة جدا ملاحقة ليها لحد ما في يوم لقيت انه فيه بنت بتقرب منها قوي البنت دي كانت جدعة معاها في كل حاجة ولما البنت قربت منها اكتر حكت لها على الشاب ده وعن تصرفات اللي مش مفهومة وانها حبيته جدا من غير ما تتكلم معاه وفي يوم صاحبتها عزمتها عندها في البيت ولما رحت عندها البيت اتصدمت لانها شافت الشاب ده هناك فعلا في اليوم ده قعد معاها وتكلم وفاهمها انه صاحبتها دي تبقى اخته وانه هو معجب بيها وعاوز يخطبها وبعد عنها علشان ما يسبب لهاش ازعاج لحد ما عارف من اخته ان هي كمان بتحبه وعرفها انه هو اللي دفع لها حساب المطعم وقتها قالت له انا موافقة بس بعد ما تخرج علشان تقدر تركز في دراستها وفعلا وافق على كلامها وفضل مستنيها لحد ما تخلص دراستها والبنت فضلت كل يوم تعمل حساب وتدخل تختبره وكل مرة كان بينجح في الاختبار وكانت كل يوم بتروح عند صاحبتها علشان تشوف وتتكلم معاه عدة السنة وكان مجهز نفسه علشان يروح يخطبها وفيون كانت ماشية في الشارع مع صاحبتها وعدت عربية وخبطتها اللي كان جنبها في المستشفى هو حبيبها بس لما فائد ما كانتش فكرة اي حاجة فقدت الزكرة كانت صدمة كبيرة للشاب ولما طلعت من المستشفى راحوا تقدم لها بس البنت رفضت انها تشوفه اصلا وقالت انها مش عاوزة تتجوز حد ما تعرفوش لازم تحب قبل ما تتجوز فضل خمس شهور هو بيحاول وهي كانت بترفض لحد ما قرر انه يعيد كل الاحداث من اول وجديد علشان تفتكروا وراح اتفق مع اسحابها انهم يسرقوا فلوسها منها ويروحوا معها المطعم ويسيبوها ويمشوا في اي طريقة وفعلا سرقوا فلوسها وتكرر نفس الموقف بكل التفاصيل بس ما حصلش اي تغيير لحد ما فيهم صحية من النوم وهي بتغير هدومها علشان تخرج مع اسحابها اغمى عليها ولما فوقوها كانت افتكرت كل حاجة ومسكت التليفون واتصلت على صحبتها واللي رد عليها هو حبيبها فاول ما سمعت صوته قالتلي انه هو لو مجاش خطبها بالليل حتنتحل فعلا في اليوم ده راحوا تكلم مع ابوها وابوها رد عليه انه هو موافق بس بنته مش موافقة فطلب منه انه هو يسألها للمرة الاخيرة فعلا دخل وسألها ولأهل اول مرة سكته وهي مكسوفة عارف انه هي موافقة بعدها تخطبوا وبقت غصة حبهم اكبر بكتير قبل الخطوبة اوقات الحياة بتحطينا في مواقف غريبة ومحرجة بس الصدفة ممكن تغيير لنا حياتنا وتقربنا من انسان يكون فعلا هو سعادتنا في الدنيا فلو لقيت الشخص ده لازم تديه فرصة وتتمسك به لانه ممكن تكون دي اخر فرصة في حياتك